اشتركوا في القناة بزنس برسن بزنس برسن يعني رجل اعمال بزنس برسن رجل اعمال يبقى سي كامبينر اللي هو مناضل كامبينر كامبينر مناضل يبقى هنا اف اللي هو كامبينر مناضل او ناشط كمبيوتر بروغرامر كمبيوتر بروغرامر اللي هو مبرمج حاسوب اللي هتبقى G G انجينير انجينير مهندس انجينير هتبقى H هنا ده انجينير مهندس ده كمبيوتر بروغرامر اللي هنلي علي ايه مبرمج حاسوب Mathematation Mathematation لو عالم رياضيات Mathematation ستبقى D Space Scientist Space Scientist يعني عالم فضاء Space Scientist ستبقى A Sportist Champion سبورتس Champion لو بطر رياضي P Volunteer Volunteer يعني متطوع Volunteer ستبقى E Business Person قلنا رجل أعمال Campaigner ناشط أو مناضل Computer Programmer اللي هو مبرمج حسوب Engineer مهندس Mathematation عالم رياضيات Space Scientist عالم فضاء Sportist Champion Sportist Champion بطل رياضي Volunteer متطور My cousin جمال Is a business person رجل أعمال رجل أعمال When he finished university لما أنهى الجامعة He got a job with a big company in Cairo حصل على وظيفة job وظيفة فيه Big company يعني شركة كبيرة company يعني شركة in Cairo He's worked عمل زير شتغل هناك for three years now يعني بقاله ثلاث سنين شغال هناك I think He's got a very important job يعني حصل على وظيفة دلوقتي يعني في وظيفة مهم He's the manager يعني هو دلوقتي المدير manager of a team لفريق of people and they have meetings عندهم اجتماعات everyday كل يوم He works very hard بيعمل بجد sometimes أحيانا He has to meet people أحيانا بيبقى ضروري أنه يقابل ناس from companies من شركات in other countries من دول أخر He has traveled to lots of interesting places راح أماكن مسافر أماكن شيقة last year العام الماضي last من كلمات دل على الماضي البسيط last يبقى يجي بعدها ماضي last year He went to Nigeria and Brazil اللي هي البرازيل راح نيجيريا والبرازيل Read the text again choose the correct words One جمال got his job after he finished جمال حصل على وظيفته بعد سكول بعد المدرسة ولا university طبعا بعد ما خلص الجامعة university He started working for the company هو بدأ الشغل في الشركة three years ago من ثلاث سنين ولا الله صغير العام الماضي طبعا three years ago من ثلاث سنين three years ago سري جمال is the manager مدير of the company مدير الشركة ولا مدير لفريق للناس a team of people a team of people four he has meeting وعنده اجتماعات بعمل اجتماعات with people from his company مع اجتماعات مع في الشركة عنده ولا different companies مع شركات أخرى طبعا different companies شركات أخر different companies every day كل يوم five sometimes جمال travels to ولا has visitors from طبعا travels to travel travels يعني بيسافر travels to different countries complete the sentences with the present perfect present perfect مدرع تام مدرع تام بتكون من have أو has والتصريف التالي للفعل اللي هو past participle الب or or past simple أو الماضي البسيط form of the verb in practice semi past semi past يعني نجح أو اكتاز his exam امتحاناته last year last من الكلمات الدلة على past simple الماضي البسيط يبقى جيب الفعل في زمن الماضي البسيط فعل طبعا ده فعل منتظم منتهي بإيه دي to I lots of interesting cities عايز قول لما روحت أماكن شيقة كتير in my country في بلدي لما جاء أتكلم على تكرار الفعل عدة مرات ماشي حادث قابل للتكرار أستخدم مدرع هاتخد have و visit هتبقى visited اللي هو التصريف التالت للفعل I have visited three my mom to be a sportist champion when she was young when she was young ده ماضي بسيط ماضي بسيط when she was young هنا بدام دي ماضي بسيط بس simple يبقى want خلاه في الماضي البسيط هتبقى my mom wanted wanted to be a sportist champion يعني كانت عايزة تبقى بطل رياضي when she was young لما كانت صغير يبقى wanted هتبقى wanted four we our science project last week قلنا last من الكلمات تدلع البس simple الماضي البسيط يبقى finished هتبقى finished هدفلها AD لأن ده فعل منتظم five نوها as a volunteer volunteer يعني متطوع since she left school since معناها منذ ومن كلمات الدلة على المضارع التام since لما بيجي بعدها جملة بتبقى ماضي بسيط since بيجي بعدها جملة لو جي بعدها جملة بتبقى ماضي بسيط she left school وقبليها مضارع تام اللي هو present perfect present perfect يعني have او has تصريف تالت للفعل نوها لو انا شلت نوها حط بدلها she she هتاخد has اقول she has ورك هتبقى ورك نوها has worked as a volunteer since she left school my brother lots of interesting books about space science يعني بيقول عنده كتب كتير او ارى كتب 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 شيقة interesting about space science عن علم الفضاء يبقى هنا حدث قبل التكرار عدة مرات يبقى استخدم مضارع تام الحدث ده ممكن يتكرر كتير ماشي فهيستخدم مضارع تام يبقى هنا تكرار الفعل عدة مرات ماشي وبقول ارى كتب كتير يبقى هنا هستخدم مضارع تام my brother اخد has my brother لو انا شلت my brother حط بدله he هي هتاخد has he وشي بتاخد has وبعدين اجيب تصريف التالت للفعل بتاع ريد اللي هو read هي هي نفس الحروف ولكن النطق باختلف my brother has read lots of interesting books about space signs ده استخدام كده present perfect مضارع تام وبس simple ماضي بسيط read the article quickly نقرأ المقال quickly بسرعة what did summer design summer صمم ايه design طبعا صممت الوسيلة النقل دي كده بنقرأ مع بعض summer عبدالفتاح summer عبدالفتاح has always been interested in طبعا مضارع تام present perfect summer عبدالفتاح لو انا شلت summer عبدالفتاح هستخدم بدلها شي شي هتاخد has always been been التصريف التالت بتاع be interested in مهتم ب a space الفضاء as a young child منذ ما كانت ايه طفلة young child she wanted to be an astronaut astronaut يعني كانت عايزة تبقى رائدة فضاء after she finished school بعد ما انهت المدرسة she went to cairo university cairo university جامعة الكاهر to study space engineering لدراسة هندسة الفضاء while اثناء او بينما summer was at university لما كانت في الجامعة a space technology company شركة تكنولوجيا فضاء had a competition قامت ايه competition عملت مسابقة competition students الطلبة had to design design يعني صممهم a hyperloop hyperloop هندنعرف دلوقتي يعني ايه hyperloop a new very fast form of transport يعني وسيلة من وسائل النقل fast very fast سريعة جدا that travel above the ground اعلى الارض دي اللي hyperloop summer decided كررت to enter the competition كررت انها تخش الايه المسابقة and asked other engineering student وطلبت من الطلبة المهندسين from the university في الجامعة to join join يعني ينضم هير team لفريق teams of students from university all around the world entered يعني دخل فرق تانية من جامعات حول العالم دخلوا برضو المنافسة but summer the team ولكن فريق summer was the only one from africa هو الفريق الوحيد اللي من africa or the middle east او الشرق الاوسط the middle east اللي هو الشرق الاوسط they worked hard يعني عمل بجد on their design فتصممهم and they one one يعني فاز one الماضي بتاع win one they one فاز the competition فاز بال a بال مساب summer traveled to the usa اللي الولايات المتحدة الامريكية هنا تستيط في امريكا to receive عشان تستلم the award the award اللي هي الجايزة three years later summer started her own company يعني انشأت بعد ثلاث سنين انشأت شركة خاصة بيها summer started her own company قلنا company يعني شركة now she is a space engineer هي مهندسة فضاء and a business person وسيدة اعمال she also gives speeches يعني بتلقي خطب to other young engineers للمهندسين الشباب توهل بزم عشان تساعدهم achieve their goals لتحقيق اهدافهم achieve يحقق او ينجز goals يعني اهداف what did summer design summer صممت ايه طبعا a new type of transport نوع جديد من وسائل النقل اللي هي ايه hyper loop one summer wanted to be an astronot astronot رائدة فضاء when she was young two summer studied space engineering هندسة الفضاء at kairi university في جامعة الكاهرة a space technology يعني company شركة شركة technology space الفضاء had a competition كانت عاملة مسابقة ومنافسة and summer entered it four summer traveled to the usa to receive عشان تستلم here award جيزة award جيزة five now summer is a space engineer and a business person وسيدة اعمال she helps young engineers بتساعد المهندسين الشباب to achieve يحققهم their goals اهدافهم speaking work in bears ask and answer the questions هنا هنعمل سؤال وهنجاوب على السؤال دوت ماشي من خلال طبعا المقال اللي احنا قرناه عن summer طبعا هنا كل الاسئلة دي طبعا عايز فعل مساعد بعد اداة الاستفهام عايز فعل مساعد وطبعا حاجات كلها بتكلم نسبة كبيرة عن الماضي ماشي فهنا اول سؤال which يعني which university اي اي جمعة اي جمعة ديت سامر جوتو سامر الجمعة اللي هي كانت فيها كانت جمعة ايه طبعا كايرو يونفرستي كايرو يونفرستي اللي هي جمعة القاهر نبدأ نكون اسئلة ديت ماشي ونحله مع بعض which university did سامر go to ايه الجمعة اللي تحقد بها سامر طبعا she went to كايرو يونفرستي جمعة القاهر what did she enter يعني هي دخلت ايه قال she entered a competition دخلت مسابقة منافسة who يعني من who was in her team مين اللي كان في فريقها student from the university طلب من الجمعة where اينا where did the other teams come from يعني الفرقة التانية جات من they came from all around the world من جميع العالم طبعا did فعل مساعد سؤال بسأل في الماضي يبقى استخدم فعل مساعد اللي هو did اجي اجاوب طبعا did بيجي مع الفعل في المصدر اهي come لما جاوب بجاوب في الماضي they came from all around the world اتوا من جميع انحاء العالم when متى when did summer start her own company يعني امتى انشأت الشركة الخاصة بيها she started it three years بعد ثلاث سنين after she won the competition بعد ما فازت بالجائزة بعدها بتلاث سنين انشأت شركة خاصة بيها who يعني من who does she give speech to هي بتلقي خطب على مين طبعا she gives speech to other young engineers بعض الشباب المهندسين دي هنا نتكلم على listening listening يعني استماع طبعا دي listening عن مجدي عبد السيد هو كان campaigner campaigner يعني ناشط مناضل why لماذا why was difficult to find a school for مجدي ليه كان من الصعب ايجاد مدرسة لمجدي because مجدي needed a lot of help with his work عشان كان عايز محتاج مساعدة في العمل بتاعه ولا because some schools didn't have equipment for disabled people طبعا عشان بعض المدارس ما كانش فيها معدات equipment for disabled people بالنسبة للناس اللي زوء الاحتياجات الخاصة يبقى هنا عمل تسير كل على b يبقى لجابة الصح b عشان بعض المدارس ما كانش فيها معدات equipment didn't have equipment for disabled people to what kind of education ايه نوع التعليم did mcdy have هل هو he studied at home هل درس في المنزل ولا he went to school and university راح المدرسة وراح الجامعة طبعا راح المدرسة وراح الجامعة he went to school and university يبقى من سكر برضو على b what has always been important to mcdy ايه كانت الحاجة المهمة بالنسبة المجد او الحاجة اللي كان مهتم بيها helping other people مساعدة الاخرين helping other people مساعدة الاخرين ولا getting a good job ولا كان مهتم بوظيفة جيدة طبعا helping other people كان مهتم بمساعدة الاخرين مجد عبدالسيد campaigner ناشط او مناضل for disabled people ناشط او مناضل بالنسبة لناس زوء الاحتياجات الخاصة at school won an award يعني فاز بجائزة from cambridge university to after school lots of companies يعني كتير من شركات wanted to give him a job كتير من الشركات كانت عايزة تمنح له وظيفة job at university working as a volunteer بقى متطوع volunteer for different charities لمؤسسات خيرية now الان works with a charity يعني هو بيعمل لدى مؤسسة خيرية that help disabled people هنا جودي وهنا آية جودي كتبة biography سيرة ذاتية عن صديقتها آية فبتول my friend آية has always loved writing stories and poems يعني بتحب تكتب writing تكتب stories قصص and poems وقصائد when she was six لما كان عندها ستة سنين she won a prize فازت بجائزة for a poem لقصيدة she wrote she has already written a book يعني بالفعل كانت كتبت كتاب of stories لقصص now الآن she is she is writing her second book يعني بتكتب كتاب تاني but ولكن she hasn't she hasn't finished it yet yet بالكلمات تدل على المضرع التام present perfect وبتيجي في الجملة المنفي قلت she hasn't she hasn't هنا نافي وقبت yet she hasn't finished it yet يعني لم تنتهي منه بعد she really likes to be creative يعني هي حبة انها تكون ايه creative يعني مبدعة creative she has played the guitar يعني عزفت على الجتار for three years لمدة ثلاث سنين four بيجي بعدها مدة زمنية four من الكلمات تدل على المضرع التام present perfect وبrescent perfect بيتكون من have وhas والتصريف التالت للفعل اللي هو بي بي وفور قلنا four بيجي بعدها مدة زمنية three years now she has played into concerts already يعني هي بالفعل عزفت في حفلة اتنين concert اللي هي حفلة موسيقية عزفت بيجي هنا معناها عزفت into concerts already she felt very nervous يعني هي تشعر بالتوتر but she was amazing ولكن هي كانت مدهش I would like to volunteer حب انها تكون متطوعة volunteer to teach writing and music to children one day زاتة يوم يعني هي حب تكون متطوعة في تعليم teach teach اللي هي السننم بتاحها educate opposite أو الانتنم العكس بق العكس بتاع teach اللي هي learn عكس teach learn طبعا هي بيقولك هي كنت حب تتطوع تكون متطوع volunteer في التعلم نتعلم writing الكتابة and music and music to children للأطفال one day زاتة يوم here other dream حلم لها برضو is to create an app انها تنشأ او تخترع app application اب اختصار لإيه application تطبيق to help children اللي مساعدة الأطفال learn لنهم يتعلموا she hasn't been to another country يعني ما راحتش ما راحتش قبل كده دولة أو بلد yet قولنا yet بتيجي في الجملة الملفية اللي hasn't طبعا he و she و it تيجي مع هاز او الفعل يبقى مفرد نستخدم هاز but there are lots she want to visit maybe ربما we can go traveling together ربما نحن نسافر مع بعض read jude's biography of her friend i نقرأ السيرة الذاتية اللي كرتبتها jude عن صديقتها آية take the things aya has done in her life هنعمل علامة على الحاجة اللي فعلا آية عملت one one an award يعني فازت بجائزة or competition او مسب نبقى نعمل take two learned a musical instrument يعني هي متعلمت على الآلة موسيقية musical instrument صح لانها عازفت ثلاث سنين على الجتار يبقى اعمل take work as a volunteer عملت كمتطوعة طبعا هي كانت لسه هتحلم انها تتطوع تعلم الاطفال الكتابة writing music يبقى هنا لسه created an app اه ان هي عملت application عملت تطبيق طبعا برضو لسه احنا بقولو على الحاجات اللي هي بالفعل عملت five traveled traveled to another country traveled to another country يعني سفرت لدولة اخرى او بلد اخرى طبعا ما سفرتش written a book written a book كتبت كتاب صح يبقى هنا اعمل take played in a concert يعني عزفت في حفلة موسيقية يبقى هنا اعمل take يبقى كده one و two هي الحاجات اللي بالفعل عملتها و six و seven بس match to make sentences about a هنوصل عشان نكون جملة she won an award for writing when she was a child يعني كتبت وخدت جايزة لما كانت صغير طفلة when she was a child two she has finished writing one book already يعني بالفعل هي ايه خلصت كتاب three she was nervous يعني كتل حد ما متوترة ليه بقى طبعا هنا when she played concert لما كانت بتعزف في الحفلة موسيقية she went to volunteer two يعجت عايزة تبقى متطوعة volunteer to work with children عمل مع الأطفال five she hasn't she hasn't been to another country yet قولنا يت بتيجي مع الجملة المنفية هي مراحتش دولة أخرى أو بلد أخرى she is very she is very creative person يعني شخصية مبتدعة مبتكرة هنا هنرتب كون جملة أو نعمل سؤال I haven't finished my homework yet طبعا نبدأ بالفعل I وبعد كده present perfect اللي هو have أو هزو تصريف تالت للفعل I haven't finished my homework yet yet بتيجي في آخر الجملة المنفية I have already seen that film يعني أنا بالفعل شفت الفيلم ده I have already already مكانها بين have أو هزو التصريف التالت للفعل طبعا تصريف التالت للفعل بتاع see seen وممكن تبقى في آخر الجملة ممكن تقول I have seen that film already أوكي ممكن تبقى already هنا مكانها وممكن تبقى مكانها في آخر الجملة we have already eaten our lunch يعني إحنا بالفعل تناولنا الغد has learned three language already إحنا بالفعل متعلمين تلات لغات three language يبقى already ممكن مكانها تبقى في آخر الجملة أو بين have وهزو تصريف تالت الفعل سؤال هسأل به have وعايز بعدها فاعل have they visited طبعا have وهاز تصريف تالت للفعل have they visited زي بيرامد زيت هنا ده سؤال واستخدمنا يت بيت برضو بتيجي في السؤال have you been to the new restaurant yet طبعا عندي برضو فاكرة listening استماع بس بناءا عن listening هنا one high some طبعا برضو نستخدم مضارع تام بس مع already or yet هنستخدم already أو yet طبعا an ab ab اللي هي application already بالفعل people in a few schools have used طبعا جامع خدت have وتصريف تالت الفعل بتاع use used the ab already يعني في ناس بالفعل استخدمهم التطبيق the ab already بالفعل high some hasn't created any other apps يعني ما عملش ما انشأش تطبيق تاني yet حتى الان yet يبقى ان yet بتيجي مع الجملة المنفية for he hasn't got a job yet يعني لم يحصل على وظيفة حتى الان he has talked to some companies بعض الشركات about his ideas already بالفعل he hasn't finished school yet يعني لم ينتهي من الدراسة حتى الان he hasn't finished yet يبقى yet بتيجي مع الجملة المنفية أو بتيجي في السؤال في نهاية السؤال already ممكن تيجي طبعا في الجملة المثبتة معناها بالفعل بتيجي في آخر الجملة أو بعد have أو هم أوهز أيضا شكرا